أهلا أحبائنا مشاهدينا السلام الذي يحتاجه العالم هذا السلام اللي أنا بتكلم عنه سلام عجيب سلام إلهي بحسب كلمة الله في الكتاب المقدس وقبل ما أبتدأ في موضوع السلام أول شيء لازم نعرف كلمة السلام السلام هي نفس الكلمة العربية هي الكلمة العبرية أو الكلمة الأصلية الكلمة الأرمية شلومو وحسب لهجات اللغات الأرمية هي من مصدر واحد اللي هي سلام شلوم في اللغة العبرية أو في اللغة اليونانية إيريني اللي هي بتحمل في طياتها نفس المعنى اللي بيتكلم عنه الكتاب المقدس في العهد القديم فإذن ما هو هذا السلام اللي أنا بتكلم عنه السلام اللي بتكلم عنه ما هواش سلام يعني انقطاع الحرب ولا هو السلام يعني لحفظ الأمان والسلام مثل الأمم المتحدة ولا السلام اللي بتتمتع فيه الدول الديمقراطية أو الدول اللي بتمارس الحرية لأنه أثبت أنه حتى هذه الدول اللي هي أكتر دول غنية ومزدهرة لكن بتشوف فيها أكبر نسبة انتحار ولسية ما بين الشباب فإذن ما هو السلام اللي بنتكلم عنه؟ هو سلام إلهي هذا السلام مصدر الله يعني عشان يكون السلام الحقيقي لازم يكون مصدر الله اللي بيعطيه للإنسان فالسلام هو عمل إلهي والسلام هو اختبار حقيقي بيحصل عليه الإنسان من خلال علاقته مع الله من خلال شخص يسوع المسيح فإذن يقول الكتاب المقدس فإذ قد تبررنا بالإيمان فلنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح هذا التبرير موقف إلهي موقف قضائي إنك لأنك حصلت على الخلاص فأنت خلاص بطل عندك عذاب الضمير أو الشكاية صرت في طمأنينة عندك يقين الحياء الأبدية وهذا اليقين للحياء الأبدية أنت عم تتمتع في راحة داخلية في هدوء داخلي في هدوء نفسي أنت عم تتمتع في السلام وهذا السلام بغض النظر هذا السلام حتى لو كنت في عواصف هوجاء مثل التلاميذ على بحير الطبرية الرب يسوع المسيح كان في السفينة نايم أو كما حدث مع بوتروس في السجن كان موجود في السجن وتاني يوم هيرودوس أغرباس الأول لازم يقتع رأسه في أعمال الرسل صح 12 ولكن كان يغط في نوم عميق لأن حياته مسلمها ومستسلم لمشيئة الرب في الكامل هذا السلام اللي هو ما يسمى سلام الكمال هولنس تتكلم عن كل نواحي الحياة فهذا السلام هو تعبير عن التوازن في الصفات الإلهية فهذا السلام يمنح القوة يمنح الطمأنينة يمنح الشفاء يمنح الإزدهار والرخاء هذا السلام يمنح الهدوء وهذا السلام يمنح اليقين والثبات وأن يكون راسخ غير متزعزع هذا السلام هو بعبر عن كل نواحي الحياة فهذا السلام الكتابي بكل بساطة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة